تخيل معي ان انت اب او ام لطفل انت دايق طول الوقت مرعوب عليه وطول الوقت خايف عليه لحسن تفقده وهو طول الوقت عين الصحراء والمشعوذين عليه مين هو الطفل ده؟ الطفل الزهري اللي بتحدده اذا كان زهري ولا لا بتحدد ايديه الخطوط اللي في ايديه عينيه نظراتها وفصيلة الدم بتاعه او لون الدم بتاعه وكمان احلامه طول الوقت عينيه المشعوذين والصحراء بتكون ع الطفل الزهري علشان يخطفوه ويفتحو بيه الكنوز والمفروض الاماكن اللي مخفي فيها الدهب والاثار والكنوز اللي عليها راس مين هو الطفل الزهري وبيعملو بيه ايه وبيستغلوه ازاي ده اللي حنعرفه في فيديو النهار ده خليكم معي بت لو سمحتو في الاول لايكو شير للفيديو واللي مش مشتاك معنا في القناة يا ايه تشتاك وتفعل كار علشان يوصلك كل جديد ويلا بينا هالفيديو ترجمة نانسي قنقر مساء الخيف النهار ده هنتكلم زي ما قلنا في بداية الفيديو عن الاطفال الزهريين اما ايه هي معنى الزهريين فهي الطفل المحظوظ او الزهري اللي هو بمعنى المحظوظ منين جي الاسم ده الحقيقة ان اسم الزهري هو لفظ مشتق من كلمة الظهر اللي هو اللي بنلعب فيه الطولة السلم والتعبان الحاجات اللي كنا بنلعبها منوحنا الزهرين وطبعا كلنا عارفين الزهر والحقيقة ان حجر الزهر او كلمة الزهر بتعني كلمة الحظ فعشان كده الزهريين اللي هم المحظوظين ومعظم الزهريين اطفال من سن الولادة والغاية سن العشر سنوات اما اكتر مكان منتشر فيه قصة عن الزهريين فهي دولة المغرب الشقيق وبعض دول جنوب افريقيا او يعني مش دولة جنوب افريقيا نفسها انما الدول اللي بعدها او اللي جنبها يعني والحقيقة بيطلق يعني اكتر دي الدول اللي فيها او فيها لقب الزهريين لان فيها بعض اليهود وليه اليهود تحديدا لحاجة هنعرفها بعد شوية والحقيقة ان وسائل الاعلام بمختلف افرعها في المغرب والدول الافريقية دي اتكلمت عن الاطفال الزهريين من كتر ما حصل عندهم اضايا خطر لاطفال بسبب ان اعتقاد الصحرة والمشعوذين هناك ان الاطفال دول زهريين اما الاشاعة التانية عن سبب الاسم الزهري فهي بسبب ان في المغرب او بعض الدول الافريقية دي زي ما قلنا بعض القلية اليهودية والحقيقة ان اليهود يهود يعني ديانتهم الديانة اليهودية ولكنهم جنسيتهم مغربية او افريقية ملهمش دخل بالصحيحينة خالص فبعد اذنكم محدش يشتمهم في الكومنتات لان الديانة اليهودية ديانة سماوية زي ما احنا عارفين زيها زي الديانة الاسلامية والديانة المسيحية هم التلت ديانات السماوية يعني يريد محدش يشتمهم لانها ديانة زيها زي الاسلام والمسيحية ملهمش دخل بالصحيحينة اللي في فلسطين خاص اما اليهود دول فعندهم كتاب اسمه الاسرائيليات والتصوف اليهودي والكتاب ده بيتكلم عن فلسفة الكربالة وهو واحد من اخطر كتب السحر والحقيقة ان اليهود بيطلقوا عليه اسم زهر او كتاب التنوير وعشان كده اطلقوا على الاطفال اللي هما فيهم او اللي بيعتقدوا انهم فيهم بعض الصفات بيطلقوا عليهم الزهريين بسبب المورسات الشعبية وتعدد الثقافات في الدول دي الزهري هو طفل اتولد بصفات خاصة فيه يعني مثلا ان يكون في حور او حول في عينه اليمين بتبص على عينه الشمال او ان الحور او الحول ده في عينيه الاتنين وكمان ان هو يتولد وفيه في احد يديه او في يديه الاتنين خط اللي بيقسم الخطوط دي تبقى بالعرض فبيقسم الكف وكمان ان لسانه يكون فيه خط بيقسمه بالطول اول اللسان من جوه لحد اخر لسانه في اخر طرش لسانه ويكون فيه خط بالطول وكمان ودي اهم صفة من صفات الزهري ان يكون دمه نقي او صافي زي ما بيقول الصحراء ومش عاوزين او زي ما بيعتقدوا وان دمه يكون لونه احمر فاتح جدا او اللون الزهري والحقيقة ان الصحراء ومش عاوزين بيعتقدوا ان لون الدم الفاتح ده او اللون الزهري في دم ده معناه ان الطفل ده دمه نقي جدا وصافي جدا يعني دونا عن كل البشر اللي ربنا خلقهم والحقيقة ان الصفات دي لما تكون كلها او بعضها في الطفل اللي بتولد من يوم ما يتولد لحد ما يبقى عنده عشر سنين ده بيطلق عليه الطفل الزهري وبيخلي الصحراء ومش عاوزين يجوا وراء ليه بقى بيجوا وراء لان الصحراء بيعتقدوا ان الطفل لما تولد تلبسوا جن في جسمه ويعاش معاه او هيعيش معاه لحد ما يبقى عمره عشر سنين او ان الطفل ده لما تولد استبدلوا الجن بطفل من اطفاله يعني اخدوا الطفل اللي الام جابته وادولها طفل من اطفال الجن في دولة المغرب وفي الدول الافريقية دي يعني حصلت كتير جدا من الحوادث علشان كده زي ما قلنا وسائل الاعلام هناك اتكلموا عن الموضوع ده كتير جدا زي مثلا ان في دولة من الدول الافريقية دي كان فيه احد الصحراء اللي بيدور على طفل زهري لانه بيعتقد ان فيه مكان معين هو عارفه فيه كند مدفون في مكان في جوه الغابة وكان بيدور على طفل زهري وبسبب ان الناس هناك بيتكلموا عن الطفل الزهري كتير لما يكون احد افراد عائلتهم طفل زهري بيبقوا حارسين عليه قوي ولكن بعض الاقارب من بعيد بيعودوا يتكلموا ان الطفل ده زهري وعشان كده اهله خايفين عليه فالساحر ده سمع من احد اقارب الطفل يعني ان الطفل ده طفل زهري ولان الطفل ده كانت امه وابوه عارفين موضوع زهري ده وعارفين انه ممكن يكون مطمع للصحراء فكانوا حارسين جدا على ان الطفل ما يخش من البيت ولو حصل انه خرج من البيت لازم يكون مع امه او ابوه او احد اقاربه المقربين جدا ليه علشان يبقى حارس تماما على الطفل لحسن يحطله حاجة فالساحر عارف انه هو مش هيقدر يخطف الطفل او يعمل حيلة انه هو يستحوز على الطفل من خلالها ولقى ان احسن حاجة يعملها انه يروح ويصارح ابو الطفل ويديله او يطمعه بمبلغ كبير جدا من المال اللي في الكنز اللي هيطلع وراح يستحب بالفعل وتكلم مع ابو الطفل بانه الطفل ده زهري وانه مش عايز يقذيه ومش عايز منه حاجة غير ان ابن الشخص ده اللي هو الطفل يعني لو راح المكان اللي فيه الكنز وبص ليه هيقدر لوحده بعني المجردة يكتشف المكان ده بالفعل فيه كنز ولا لا وهيقدر يعرف اذا كان الكنز ده فيه عليه رصد محتاج ان الساحر يفكه ولا ممكن يعني يحفر ويطلعه كده ببساطة انه بس عايز الطفل علشان يكشف على الكنز ده وهيدي بالمقابل للاب مبلغ كبير جدا بعد ما الطفل يكشف عن مكان الكنز ويطلعه هيتقاسب مبلغ كبير جدا زي ما قلنا من الكنز ده مع الاب فلقلة حيلة الاب ولانه كان يعني شخص مجديا متواضع جدا وعنده اطفال كتير غير الطفل ده طمع في انه فعلا مش هيتقذي ابنه ولكن ممكن يحصل هو وابنه على مبلغ كبير جدا من المال ليصرف منه على عائلته وبالتالي راح الاب واخد ابنه وراحه مع الساحر على الغابة على اساس ان بس ابنه حيكشف على المكان يشوف اذا كان الكنز موجود ولا لا وفي الطريق وبعد ما مشوا المسافة مش وصياره قعد الاب والاب ومعاهم الساحر علشان يتناولوا بعض الطعام ويستريحوا شوية من المشوار ومكان من الساحر غير انه قد الطعام للاب على اساس ان هو يأكله وقال له ان الطفل مش المرفوض يأكل علشان يعني يبقى خفيف ويقدر يكشف على الكنز بسهولة فمش هيقدروا يأكلوه معاهم وبالطبع اكعد الاب تحت شجرة وقعد ياكل لكن بعد عدة ساعات فقى الاب ولقى نفسه انه هو بعد ما اكل اغمع عليه او يعني اتبنك او تخضر بسبب الحاجات اللي كانت في الاكل وحطتها الساحر طبعا وانه هو نايم تحت الشجرة ومن الواضح انه بقاله عدة ساعات فلما قام وقعد يدور على الساحر وعلى ابنه ملقهمش وكانوا اختفوا من حواليه من وقت طويل طبعا لانه كان نايم وراح الاب وبلغ الشرطة وحكى لهم على اللي حصل معاه وعن ان الساحر اقنعوا بانه مش هيقذي ابنه وان ابنه بس هيكشف له على مكان الكنز ولما قاعدت تدور الشرطة والاب لعدة ايام في الغابة ملقوش اي اثر لا للساحر ولا للطفل ولكن على مسافة بعيدة جدا وبعد اسبوع تقريبا وهم بيدوروا لقوا ان الطفل يعني الساحر قضى عليه واخد جزء كبير جدا من دمه يعني على اساس انه يفتح بيه الكنز بتاعه او رصد بتاع الكنز وانه فيه على مقربة من الطفل حفرة عميقة جدا وواضح ان الساحر كان بيحفر علشان يدور على الكنز في المكان ده والله اعلم طبعا اذا كان لقى الكنز فعلا ولا لقى لان اكيد دي كلها خرافات واختفى الساحر والحقيقة ان فيه عدة حوادث كبيرة جدا في البلد دي والبلاد اللي حواليها الافريقية بسبب الموضوع ده اما بالنسبة للمغرب فالحقيقة ان هناك الحوادث بالنسبة لخطف الاطفال واكلهم بسبب انهم ممكن يكونوا اطفال زهريين فهي عددها كبير جدا لدرجة ان زي ما قلنا في بداية الفيديو الشرطة والاعلام بكل فروعه اتكلموا في الموضوع ده كتير جدا وفي حدثة كانت شهيرة بان طفلة عندها ست سنين هي واخوها اللي اكبر منها بسنة كانوا خارجين من البيت على اساس ان هم رايحين للسوبرماركت ووقف لهم شخص وتكلم معاهم وتحديدا اتكلم مع البنت وقعد يبص في ايديها ويبص في عينيها وطلع مبلغ من المال ودى للبنت وقال لها ده علشان تجيبي به حاجات حلوة او شوكولاتات يعني لها والاخوها ولما راحت البنت وهي مزجة في ايد اخوها على السوبرماركت لف وراهم الساحر بسرعة وخطف البنت وفك ايدها من ايد اخوها واخدها وركبها على ربيته وجري من قدامهم بسرعة وكان الساحر ده او الشخص ده لابس جلباب ابيض وراح الابن بسرعة على البيت وحكى لأهله اللي حصل وقال لهم ان الراجل اللي لابس جلباب ابيض خطف اختي وقال لهم على حصل فاكتشفوا او عارفوا ان الشخص ده كان بيتأكد ان الطفلة دي طفلة زهرية ولا لا لأ لانه بصف عنيها وكشف على ايديها زي ما قلنا والحقيقة ان بعد ايام كتير تقريبا 40 يوم وهم بيدوروا اهلها والشرطة اكتشفوا ان البنت كانت قضى عليها الساحر ده ورمى جد بستها في مكان يعني على بعد عدة كيلو مترات من بيت اهلها ولما لقوها لقوا هدومها ولقوا بعض من عظمها وراثها وراحوا واخدوا امها علشان تشوف الطفلة وبالفعل الام اتعرفت ان دي بنتها اللي كانت بتدور عليها والحقيقة ان اتعرف في الوقت ده ان الطفلة دي اتخطفت لانها كانت طفلة زهرية وان الساحر اخدها علشان يفتح بيها رصد للكند وبالتالي زي ما قلنا في اطفال كتير جدا في دولة المغرب بيتخطفوا لنفس السبب ده الحقيقة انها عادة او تقليعة اخدوها الصحراء والمشعوذين ما عارش جابوها منين ولكنها عادة من اسوأ العادات والكرسة بالنسبة للاطفال اللي بيقضي عليهم بدون اي زنب والاهليهم اللي بيفقدوا اطفالهم بدون اي سبب وبدون اي زنب لمجرد اعتقاد عند ناس متخلفين ان هما اطفال زهريين وان هما ممكن يكونوا من اطفال الجن ويفتحوا لهم الكنوز وطبعا دي عادة او يعني حاجة سيئة جدا وحاجة ملهاش اساس لانها يعني من الموسات الشعبية اللي الحقيقة لا اصلة لها ولا لها دين ولا لها يعني عرف لان ان طفل بريء يتخطف ونقضي عليه بسبب انه هو او ان احنا معتقدين انه هو طفل من الاطفال الزهريين ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة اللي اتمنى ان يكون عجبكم وان انتوا تعملوا للفيديو لايك وشير واللي مش مشتق معنا في القناة ياريت يشترك ويفعل الجراز علشان يوصلوا كل جديد نسيليكم واشوفكم في فيديو جديد بي بي